اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسام القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات فيه اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المسألة المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول ايش عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الجوزاء طبعا وصلنا احنا لحركة الكواكب عشان نعرف احنا للفترة هاي ايش تأثيرات الكواكب بالكامل علينا بالفترة هاي وايش الايجابيات والسلبيات طبعا اول اشي بالنسبة للشمس الشمس موجود في البيت الثاني اللي هو ايه لها علاقة بالمال ولكن وجودها بالبيت الثاني حد احد بعض المشاكل المالية او الالتزامات او الاعباء او الغرامات او الاهتمامات المالية او ظهرت بعض المصاريف والالتزامات بشكل مفاجئ عليك بالفترة الماضية الان بدها تنتقل الشمس رح تصير في البيت الثالث فعشان هيك رح تدعمك بقوة على المستوى المالي او على مستوى الحركة والنشاط والاتصالات وامور ممكن تناقش بحيوية عندك سرعة بديهة عالية جدا قدرة على الاقناع عالية جدا وبرضو رغبة في اقتناء سيارة او هاتف او الاهتمام ببعض هاي المسائل في منك رح يكون له تعامل مع اخ او جار او تكثر عنده التنقلات او الزيارات او امور الها علاقة بالرحلات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء طبعا ايجابية بما انه عطارد موجود رح يفتح من مداركك او يعطيك بعض الفرص القوية جدا او يعطيك قدرة على الابتكار لمسائل ممكن انها تجيب لك بعض المردود المالي او النتائج المالية او المكاسب المالية خلال الفترة هاي او حل بعض القضايا المالية اللي كانت معقدة بالفترة الماضية اما بالنسبة للزهرة فطبعا هي موجودة في البيت الاول للك فعشان هيك بتدعم شخصيتك تعطيك ثقة بالنفس عالية جدا برضو بتحاول انك تحدث بعض التغييرات على مستوى لها علاقة بالتجميل او لها علاقة بالازياء او بالشخصية او حتى لو برنامج روجيم او برنامج له علاقة بالتغذي والمحافظة على الوزن برضو بعطيك نشاط بانجاز كثير من اعمالك وبعطيك فرص من الحدود رائعة وحتى فرص بعلاقات جديدة عاطفية اما بالنسبة للمريخ في بيتك 11 فهو بحدث نوع من انواع المشاكل او المشدات او المشاحنات او الاستياء من تصرف بعض الاصدقاء او حدية بالتعامل في منكم ممكن يتجه لنوع من انواع المغامرات والجراءة بعلاقاته مع اصدقاءه او مرافقتهم في امور ممكن شوي تكون جريئة زيادة عن اللزوم واتصل لمرحلة التهور اما بالنسبة للبيت الثامن اللي هو برج الجدي فطبعا المشتري وبلوتو وزحل الثلاث بيتراجعوا فيه فهذا بضغطك على مستوى الاموال المشتركة اي اموال مشتركة يعني ما بتعود لك امور اللي هي علاقة ببنك اللي هي علاقة بقرض اللي هي علاقة بميراث اللي هي علاقة بورثة مستردات مالية هبات مساعدات دعم قروض كلها هاي بكون الضغط عليها وبتسبب لك بعض الخلافات او تراكم للديون او الالتزامات او مطالبات مالية بتنهمك باجاد نوعية من الحلول لا الها اما بالنسبة للبيت العاشر طبعا بما انه نبت موجود في البيت العاشر فهاي بتعمل نوع من انواع المخاوف على مستوى امور اللي هي علاقة بالعمل فممكن تشك في بعض القدرات او تشك في بعض الاشخاص او يحدث لك بعض المشاكل على مستوى العمل او مع علاقاتك ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن يتوجه لك لفت نظر او يعني تصير بعض المشاكل او الحدية بالطباع ما بينك وبينهم فهذا الامر ممكن يحدث لك بعض المشاكل بشكل مفاجئ على مستوى العمل وعلى مستوى سمعتك فعشان هيك ما تخالف القوانين وما تدخل باشياء مشبوهة اللي تعرض سمعتك للخطر اما بالنسبة لأورانوس اللي موجود في البيت 12 فهو بيحدث مشاكل بشكل مفاجئ يعني بتكون مش متوقع التقلبات اللي ممكن تصير او الانعكاسات او الانتكاسات وخصوصا على مسألتين المسألة الاولى لها علاقة بالعمل والمسألة الثانية لها علاقة بالصحة فعشان هيك التقلب يا اما بتجد حلول والوضع بدعمك وبتجد مكان لعمل او عمل جديد او بتنشط بعملك بشكل يعني راقي جدا وبترتفع درجات او بيعمل لك مشاكل وبجيب لك اشياء يعني ما كنت تتوقعها اما على العمل او على الصحة خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف حركة القمر ايش رح تعطيك ايجابية او سلبية خلال هذا الاسبوع من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر بكون موجود في الجوزاء يعني عندك فانتوا بالفترة هاي بتكونوا قادرين على مواجهة مشاغلكم ونجازل كثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات اهم شي انك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الامور حدد اهدافك واولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع او موقعك وانجازل كثير خلال الفترة هاي من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان فعشان هيكل فترة هاي بتصير يعني فيها فرص لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له او ممكن يحصل على هدية اهمش انه تخففه من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على تسوية اللي انت كنت تحلم فيها تفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء اهمش انك تبرر مواقفك وتوضح كل الاوجه من اي سوء تفاهم من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء القمر يعني الاربعاء على الخميس منتصف ليل الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الاسد فعشان هي تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على انواعها اهمش انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر في الفترة هاي الزيارات والتنقلات والرحل اما بالنسبة من الليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعدراء فعشان هيك بتنشغلوا في تنظيم اموركم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم او مساكنكم او الامور العقارية بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ امن اهم اشي انك ما تنتقد اقرب الناس لايلك بتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والامور الطارئة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء